وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس السيسي بدعم إنشاء مركز التمييز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام هرمل وكذلك توفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيز بالكامل من قبل صندوق تحيا مصر بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخصية والعلاجية الأخرى في مصر جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين وأستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني حمدي عبدالعظيم حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم المرأة على مستوى الجمهورية وأضف متحدث الرئاسة أنه تم كذلك عرض مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام هيرمين لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثادية بالإضافة إلى تدريب جميع مقدم الخدمة الصحية من الكوادر الطبية وتمريض وفنيين على أحدث طرق وأجهزة العلاج والتشخيص حسنًا